ومنذ قليل صدر في الرائد الرسمي التونسي قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية وعدد من المستشارين للمزيد ينضم إلينا مراسلنا على زعتور على ماذا في التفاصيل خصوصا وأن هذه الإقالات والإعفاء شملت أيضا رئيس إحدى المنظمات المدنية نعم جمال إعفاءات بالجملة تطال مستشاري رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي تقريبا كل الطاقم الاستشاري لهشام المشيشي تمت إقالته وإعفاءه من منصبه بالتالي كانت خطوة متوقعة نوعا ما لأنه بعد إقالة رئيس الحكومة من المتوقع أن تتم إقالة الطاقم الاستشاري وأيضا اللافت هو إقالة رئيس هيئة شهداء وجرحى الثورة والمسؤول عن ملف العفو العام في تونس والسجناء السياسيين السابقين العميد السابق لعمادة المحامين عبد الرزاق الكيلاني أيضا طالته حركة الإقالة التي شملت حوالي 25 مسؤول تقريبا من الطاقم الاستشاري لرئيس الحكومة في القصبة هذا يقود نجمال للحديث عن تعطل العمل اليوم في كبرى المؤسسات المركزية للدولة بعد قرار رئيس قيس سعيد يوم أمس تعطيل العمل لمدة يومين وهذا انعكس في الحقيقة على عدة مناحي حتى فيما يتعلق بعملنا كصحفيين في نهاية المطاف لا يوجد جهة تخاطبها أو تستفسر منها أو تطلب منها المعلومة تقريبا جل الوزارات وخاصة لرئاسة الحكومة ووزارتي العدل والدفاع بعد إقالة الوزراء شبه العمل فيها شبه مشلول وهذا كله في انتظار أن يقوم رئيس قيس سعيد بالخطوة القادمة وتشكيل الحكومة الجديدة أو إعلان رئيس الحكومة الجديد من غير المعلوم حتى الآن إن كان سيعلن عن رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة الجدد بالتوازي أم سيعلن فقط عن اسم رئيس الحكومة الجديد ويترك له مجالا للتشاور ليقوم بعدها بتسمية بقية الوزراء لسد الشغرات الناقصة في الحكومة الآن هذا يقودنا أيضا للحديث عن المخاوف وعن الهواجس وعن التخوفات من ضبابية المرحلة في تونس حتى أولئك الذين دعموا موقف قيس سعيد وتوجهات قيس سعيد لم يخفوا في الحقيقة مخاوفهم ومطالباتهم بضمنات للمرحلة الانتقالية القادمة وخاصة ما تبقى من فترة الثلاثين يوم وتبقى تقريبا ثمانية وعشرين يوما حتى الآن هناك مطالبات بأن تكون هناك خارطة طريق واضحة تشارك من نظمات المجتمع المدني في صياغتها هناك مطالبات بأن لا يتم تمديد هذه الفترة لثلاثين يوم أخرى مثلا وهناك دعوات كذلك جمال لاستئناف عمل المؤسسات في أقرب وقت في تونس واستئناف عمل البرلمان مباشرة بعد فترة الثلاثين يوم طبعا حركة النهضة أبرز الحزب الأول في البرلمان التونسي ما زالت متمسكة بموقفها الذي يعتبر ما قام به قيس سعيد انقلاب على الدستور وعلى الشرعية الدستورية وتجاوز لصلاحيات الدستورية والنص الدستوري ودعته إلى التراجع ودعته إلى رفع التجميد عن البرلمان المحاصر كما تعتبر حركة النهضة حاليا بقوات الأمن والجيش التونسيين نتذكر ذلك المشهد ليلة الخامس والعشرين من يوليو حين منعت قوات الجيش التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب ونائبته من دخول البرلمان ومنذ ذلك الوقت البرلمان مغلق ويمنع دخول النواب إليه بفعل قرار التجميد لمدة ثلاثين يوم جمال شكرا